الناس يعني الناس عمالة حتى تبعاتلي دوقتي مالكة الإسلام يعني ما فوك كنت تبقى فرحان النهاردة بعد تعادل فيوتشر مع بيرامدز والزمالك مع الاتحاد السكنداري الحقيقة أنا لا أفكر في فيوتشر لا أفكر في بيرامدز لا أفكر في نادي الزمالك ولا أفكر في نادي الاتحاد أنا أفكر أندي محترمة وعلى دماغي أنا لا أقصد شيء ولكن أنا لا أنظر إلا للنادي الأهلي فقط والحقيقة ما عجبتنيش الحالة اللي من بعد نهاية مباراة الزمالك وحتى الآن وخلينا كنوا واضح وصريح مع حضراتكم وهي من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي عايزين يوصلوا حالة طمأنينة لجمهور النادي الأهلي يا جماعة خلاص انتوا خدتوا الدوري مش عارف مين بيتخانق مع مين وجمهور النادي الأندية المنافسة بيتخانق مع بعضه وبيتخانق مع اللعيبة وبيحصل كذا وبيحصل كذا انتوا خلاص خدتوا الدوري أنا نفسي أصدقائي اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي بعتولي المسج بالمعنى ده مبروك يا عم عليكم مبروك علينا إيه؟ إيه اللي مبروك؟ هل حد يتخيل إن ممكن انتوا عارفين فاضل كم مباراة عالدوري؟ واحد وعشرين مباراة أو اتنين وعشرين كام يا شباب الدوري الأول نفسه لسه مخلصش عارفين إن لقدر الله احنا بنلعب كرة قدم ما بنلعبش بلاي ستيشن خلاص لقدر الله النادي الأهلي ممكن جدا يخسر نقاط خلال الفترة القادمة اوعوا يا جمهور النادي الأهلي وهو ده جدوى للدوري أمام حضراتكم اوعوا يا جمهور النادي الأهلي تمشوا وراء هذه الزوبعة لسه بدري جدا 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 في يوتشار التاني 27 نقطة ب13 مباراة والزمالك التالت ب26 نقطة ب13 مباراة النادي الأهلي لسه عنده مباراة بكرة إن شاء الله مع النادي المصري هنتكلم عنها دلوقتي ولكن اللي أنا تعلمته من جمهور النادي الأهلي وخلال وجودي في النادي الأهلي إن عمرنا ما بنتبسط ولا بنفرح إلا في حالة واحدة فقط انتهاء الدوري حسابيا ورسميا هي دي الحالة ده بالنسبة للدوري بس يعني هذه الحالة بس اللي بنفرح فيها ونتبسط فيها بجد أنا متضايق جدا من كمية المسجز اللي جات لي بتقول لي مبروك كلهم أنا عارضوا لأصدقائي واصحابي كلهم ما بيشجعوش النادي الأهلي أو معظمهم ما بيشجعش النادي الأهلي ولكن أنا كنت ببعت لهم بقول لهم لسه بدري جدا جدا عندنا فريق حيفضل واقف على تراطيف صوابعه ومستني كل ثلاث نقاط علشان ناخد الثلاث نقاط في كل مباراة لسه بدري جدا 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 عندنا مباراة من أصعب ما يكون بكرة وبعد كده مباراة الزمالك وحضراتكم عارفين يعني ايه مباراة الزمالك يعني في الدوري قبلها في الكاسحة تلعب مع اسموحة بعد مباراة الزمالك فيه البنك الأهلي اللي بالمناسبة وجه الشكر النهاردة للكابتن حلمي طولان فاللي بقوله لحضراتكم مش عايزين حد ينساق ورا هذه الزوبعة اللي ممشينها بعد ما لا يشجع النادي الأهلي علشان يطمنوا الفريق أو يطمنوا الجمهور عايزين كجمهور نفضل ورا فريقنا عايزين كفريق نموت نفسنا بكرة وبعد ما يخلص بكرة نبقى نتكلم على المباراة اللي بعدها مطش صعب جدا مطش المصري واحد من أصعب المباراة اللي دايما بنلعبها المطش أمام كابتن حسام حسن واحد من أصعب المباراة ماهما كان اسم النادي اللي بيلعب فيه اللي ماسكه هو واحد من أصعب المباراة اللي بنلعبها مش عايزين نفرط في نقطة نموت نفسنا ونتعب صدقوني أنا بقول الكلام دا للعابين نموت نفسنا ونتعب ربنا حيكرمنا المجهود اللي بتعملوه ربنا حيديكم النقاط لأن ربنا دايما بيجازي على المجهود فخلوا بالكم من الطمأنينة اللي بيحاول بعد من لا يشجع النادي الأهلي أنه هو يحطها في ما بين جمهور النادي الأهلي أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي حيبقى واقف حاقة صد لهذه الأمور والكلام دا أنا بوجهه للعابين بكرة مطش صعب ولكن كلنا ثقة فيكم وانا عارف أن حضراتكم كلاعبين في النادي الأهلي قادرين أي 11 يلعبوا ما عنديش مشكلة أنا عارف أن أنتوا قادرين أنتوا كسبوا أي حد لما تكونوا في مستواكو حنفضل وقفين في ظهركو حنفضل وقفين معاكو ومش عايزين نخسر ولا نقطة المباريات القادمة مباريات صعبة ومهمة جدا 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 أنا حبيت بس أقول الرسالة دي لأنها رسالة شفتها على السوشيال ميديا قريتها من بعد المباراة بقالنا ساعة من بعد مباراة الفيوتشر وبيراميدز والزمالك والاتحاد شفت اللي بيحصل على السوشيال ميديا وإحنا بنبقى عارفين مين بيتكلم ومين جمهوري الأهلي ومين مش جمهوري الأهلي فالحقيقة بعد من لا يشجع النادي الأهلي وكلهم أصدقائي بيبعتولي هم يعني ما بيشجعوش الأهلي وأنا عارف أنا عارفهم طول عمري فعارف أنهم ما بيشجعوش النادي الأهلي بيقولولي مبروك خلي بال حضراتكم من هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر